قام مزيد من الضوء على هذا الملف ينضم إلي من الدوحة فضل عبدالغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان سيد فضل ست سنوات مرت على مجزرة الغوطة وما يزال مرتكبوها أحرار وبرعاية دولية هل هناك أمل فعلا أن يحاسب مرتكبو هذه المجزرة وأن يتحقق جزء يسير من العدالة في المأساة السورية برأيك؟ في الحقيقة الأمل يتضاءل بشكل كبير جدا وهذا أحد أسباب أنه الضحايا عم يفيدوا الأمل وحتى نحن كحقوقيين بعدالة ومشروعية مجلس الأمن لماذا؟ لأنه في عدة أسباب أساسية هذا السلاح الكيمائي هو ليس تهديد للسوريين ولا للمجتمع السوري الذي طالب بالحرية والكرامة هذا تهديد لكل شعوب العالم هذا سلاح دمار شامل هذا أضخم استخدام بالتاريخ بعد ما دخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية بنيسان 97 صار في اتفاقية عالمية بحظر هذا السلاح ولأنه هذا بيشجع مجرمين تانين أنه يكرروا استخدام هذا السلاح بالتالي هذا هو تهديد للأمن والسلم الدوليين مجلس الأمن لم يتدخل أيضا فيه تعهدات من الدول وهي تعهدات دول تبقى ثابتة من خط أحمر الرئيس الأمريكي ليس فقط الرئيس الأمريكي وإنما أيضا بريطانيا تعهدت ألمانيا فرنسا كل هذه الدول تعهدت أنه رح تعاقب الأسد على استخدام الأسلحة الكيمائية بالغوطة طيب بعد الغوطة كمان ردوا تعهدوا مرة تانية تعهدوا بخان شيخون وتعهدوا بدومة ولم أحد حتى الآن يعاقب الأسد على الإطلاق بالرغم من ثبوتية استخدامه للأسلحة الكيمائية عبر لجان أممية طيب أليس من الأجداء ضمن هذا السياق أن تبحث الجهات الحقوقية عن مسار آخر لتحقيق العدالة لسيما وأن المجتمع السوري والمأساة السورية أفرزت الكثير الكثير من المنظمات الحقوقية أليس من الأجداء البحث عن منهج آخر لتحقيق العدالة بدلا من المنهج الذي اتبعته هذه الدول برأيك نعم في الحقيقة المنظمات الحقوقية السورية وأيضا الدولية لعبت دور أساسي وحقيقي وهي بحثت عن هذا المخرج لكن هذا المخرج له صقف محدد ما هو العمل الحقوقي؟ العمل الحقوقي هو فلسفته أنه يوثق الجريمة ويطلب تدخل ينقل إلى البعد للتدخل ولهذا اسمه هو أنه تحرك عاجل نداء عاجل مبني على وقاع هذا هو العمل الحقوقي ليس مبني على ربما خبر مجرد خبر تناقل هنا أو هو يوثق بالأدلة ثم ينقل المسئولية إلى الجهات المبعدة وبالتالي هناك مسار يسري الآن هناك رفع قضايا من ضمنها أقول لك تتعلق باستخدام النظام الأسلح كيميائي لكن المسار القضائي هذا مسار طويل الأمد ربما يستغرق سنمات شاهدنا محكمة الحرير على سبيل البثال ما هو العمل الحقوقي مبني على التحرك العاجل وحتى مبني على فلسفة الردع يعني بمعنى إذا كانت هناك أدلة تشير أنه بدي يستخدم سلح دمار شامل بده يقتل ناس بالتعذيب المدينة نقوم بإجراءات الدول لردعه وحتى إذا بعد ما استخدم تقوم بإجراءات لإيقافه من تكرار ذلك بعد المجزرة النظام استخدم حالات بأكتر بكثير من اللي استخدمها أبل أبل سجلنا 33 حالة بعد أيلول بعد 2013 وهي مجازر مسجلة تحديدا في خان شيخون ودومع في أعوام 2017 و2018 أشكرك جزيل الشكر فضل عبدالغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان كنت معنا من الدوحة